شهدت السوق المحلية تغييرات واضحة في نوعية المركبات المطلوب التخليص عليها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي حيث تراجع الطلب على مركبات البنزين مقابل ارتفاعه للهايبرد والسيارات الكهربائية أرقام هيئة مستثمرين مناطق الحرة الأردنية أظهرت التخليص على قرابة 26 ألف مركبة للسوق المحلية بارتفاع نحو 7% عن ذات الفترة من العام الماضي ووفقاً لنوعية المركبة تراجع حجم الطلب على مركبات البنزين 13% لتتجاوز بنهاية تأيار حاجز 5000 مركبة كما تراجع حجم التخليص على مركبات السولار 28% لتصل إلى نحو 3000 مركبة مقابل نحو 4000 مركبة لذات الفترة من العام الماضي بالمقابل ارتفع حجم الطلب على مركبات الهايبرد بشكل لافت لتبلغ بنهاية أيار الماضي قرابة 7000 مركبة وبنسبة 119% لذات الفترة من العام الماضي كما سجلت المركبات الكهربائية ارتفاعاً في حجم الطلب على تخليصها للسوق المحلية في أول خمسة أشهر من العام لتبلغ قرابة 11000 مركبة بزيادة 119% عن ذات الفترة من العام الماضي أما حركة التصدير إلى خارج المملكة فأظهرت الأرقام ارتفاعها بنسبة 11% لتبلغ في نهاية أيار نحو 17000 حيث ساهمت على الإعفاءات الممنوحة للمناطق الحرة بموجب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد بإعادة إحياء إعادة تصدير المركبات بحسب ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثماري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر موسيقى